اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النايب الاول رئيس مجلس الوزراء ان المجتمع البحريني بعمق تماسكه وقوة تعاضده اثبت ان المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي اولوية تجدد العزم دوما لتسخير كافة الامكانيات امام الابناء الوطن ليواصلوا مسيرتهم بكل عزيمة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 منوها سموه بان استمرار مشاركة المجتمع الواعي بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة هو اساس نجاح فريق البحرين في مختلف جهوده المبذولة قال صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان لشهر رمضان الفضيل مكانة رفيعة في نفوس الجميع ونحن مقبلون عليه هذا العام والعالم يعيش ضرفا استثنائيا في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 وكلنا ثقة بابناء الوطن ووعيهم الذين اثبتوا من خلاله فعالية الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها حتى اليوم وسنعمل على تكثيف هذه الاجراءات بما يضمن صحة وسلامة الجميع ليكون رمضان فرصة لتجسيد القيم الروحية للشهر المبارك بين افراد الاسرة الواحدة جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء اللجنة حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة تقريرا حول الاجراءات الاحترازية وما تم اتخاذه من تدابير وقائية تتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس الى جانب مستجدات مسارات العمل المختلفة ومن اجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 تم التأكيد على ضرورة الالتزام بعدد من التدابير الاحترازية المتمثلة في اختصار التجمعات الافطار على التجمعات العائلية الصغيرة والالتزام بعدم اقامة الغبقات والمجالس الرمضانية والالتزام بعدم اقامة موائد افطار الصائم في الاماكن العامة وعدم اقامة تجمعات القرقعون والوداع والحرص على عدم توزيع افطار الصائم في الطرقات واستبدال اكشاك جمع زكاة الفطر وتوزيعاتها بالمنصات والتطبيقات الالكترونية كما تقرر ما يلي الاستمرار في فتح الهايبر ماركت والسوبر ماركت والبردات والبقالات ومحل بيع الخضروات والاسماك واللحوم الطازجة المخابس اليدوية والآلية محطات تعبئة الوقود ومحل تعبئة الغاز الطبيعي المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحل النظرات البنوك والمصارف ومحل الصرافة المصانع المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن المحال العاملة في استراد وتصدير البضائع وتوزيعها ورشوة جراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار وقطع الإنشاءات والصيانة وبدءا من يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساء حتى يوم الخميس الموافق للسابع من مايو 2020 تقرر ما يلي الاستمرار في إغلاق دور السنما وكل صلاة العرض التابعة لها والمراكز الرياضية الخاصة وصلاة التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة ومقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل والصالونات الاستمرار في اغتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل الاستمرار في وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة الاستمرار في منع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة واستمرار الالتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط الاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة اقتصار أنشطة المحلات التجارية والصناعية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة أسماح لمراكز الخدمات الخاصة بشركات الاتصالات بتقديم خدمات الزبائن بشكل مباشر للضرورات القصوى مع الأخذ بتدبير التباعد الاجتماعي وقد أكدت اللجنة التنسيقية أن العمل سيستمر من خلال هذه الإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين وهي تنعم بالأمن والأمان وكافة المواطنين والمقيمين بكامل الصحة والعافية